تحية طيبة لكم نهار اليوم كانت الأجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة وأيضا ظهرت غيوم على ارتفاعات مختلفة في عمان كانت حوالي 32 درجة مئوية والآن الأجواء معتدلة مع حوالي 25 وأيضا تكون أجواء صافية خلال هذه الليلة تنخفض إلى 21 درجة مئوية أيضا تظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة وحركة الرياح تكون شمالية غربية معتدلة أيضا الرطوبة لهذه الليلة تكون مرتفعة بشكل لافت وهي حوالي 91% بحيث تكون الأجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة لنهار الغد تبقى درجات الحرارة قريبة من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام بحيث تكون العظمى حوالي 33 درجة مئوية أيضا تظهر غيوم متفرقة في سماء البلاد وأيضا أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة وتبقى حارة في كل من الأغوار والبحر الميت وأيضا في خليج العقبة أما عن الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة وتنشط مع أوقات العصر والمساء والآن مع درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الليلة وأيضا خلال نهار الغد نبدأ من المناطق الشمالية من البلاد في إربة 22 هذه الليلة وفي عجلون 19 غدا تكون 30 درجة مئوية وفي جرش حوالي 34 مئوية الزرقاء 22 كذلك الأمر في شرق عمان لترتفع غدا إلى 35 و34 درجة وفي سويلة حوالي 29 مئوية في وادي الموجب 26 والبحر الميت 31 درجة غدا أجواء حارة مع 38 كذلك الأمر في الأغوار مع 39 الرشادية 16 وأيضا الطفيلة 20 درجة مئوية غدا حوالي 31 في الطفيلة والشوبك احتمالية لهطول الأمطار مع 32 درجة الصفاوي 27 وفرويشد حوالي 25 درجة لنهار الغد 43 درجة وأجواء مغبرة بفعل الرياح النشطة إذن درجات الحرارة لنهار الغد تكون قريبة طبعا من المعدلات وهي 33 درجة مئوية وتظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة وأيضا تكون أجواء حارة نسبيا ليلا تنخفض إلى 20 درجة مئوية تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مع يوم الأربعاء وأيضا ليوم الخميس ويستمر هذا الانخفاض أيضا مع نهاية الأسبوع بحيث ليوم الأربعاء تصل إلى 31 درجة ليلا تكون أجواء لطيفة مع 19 وأيضا تنخفض أكثر ليوم الخميس لتصل إلى 30 درجة مئوية وليلا 18 بحيث تكون أجواء لطيفة انتهت النشرة على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت العودة لرشيد في الأخبار ترجمة نانسي قنقر